السلام عليكم معكم الطالب أحمد الريسي الصف الثالث ثانوي مدارس النزال الهلي أقدم لكم تجربة كيف يوصل الدايود لكهرباء أدوات المستخدمة مصدر جهد دايود مصباح مقاومة عشرة أوم أسلك الخطوات نوصل الدايرة على التوالي نقوم بالإغلاق الدائرة ننحل إغلاقة الدايود وهذا يدول على أنه منحاز أماني نقوم بتبديل الخطوات ونقوم بإغلاقة الدائرة نلاحظ عدم إضاءة الدايود وهذا يعني أنهم منحاز خلفي نقوم بإخراج الدايود من الدائرة ونزيد مصدر الطيئة نلاحظ عمل مسباح بعد إخراج الدايود وهذا يدل على الدايود هو الذي فتح الدايرة ونستتج من ذلك أن الدايود يقوم التيار كهربائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته